ومن طول كرم ينضم إلينا مراسل الغد خالد بدير خالد ما هي الخطورة التي تشكلها هذه المنطقة الصناعية نعم هذه المنطقة الصناعية إلى الجنوب من مدينة طول كرم هي الأكبر في محيط المدينة وتحديدا منذ عام سبعة وستين إقامتها تلتهم طبعا نحو ألف دنم فعليا هناك عمليات تجريف استمرت على مدار الأسبوعين الماضيين طالت نحو سبعمائة دنم بشق طرق استيطانية في المحيط الخطورة في هذه المنطقة بأنها تقطع واصل محافظة طول كرم بمعنى أنه لا تواصل جغرافي في البعد في الخلف كما نشاهد هذه المنطقة الجبلية التي يستهدفها المشروع الاستيطاني الأكبر لإقامة المنطقة الصناعية تربط مدينة طول كرم بمدينة قلقيلية وأيضا بالتواصل الجنوبي في القرى وكذلك أيضا البلدات إقامة هذا المشروع الاستيطاني يعني عزل هذه المناطق عن بعضها البعض أو أن لاحقا إسرائيل والاحتلال ستقوم على وضع حاجز عسكري قريب في المنطقة سيتحكم بدخول وخروج الفلسطينيين في هذه المنطقة عمليات التجريف استمرت اقتلعت الأسجار اقتلعت الحجر وهددت من التواجد الفلسطيني في المنطقة طبعا تمهيدا للمخطط الاستيطاني الأكبر الذي جاءت طبعا هذه أعمال التجريف بصورة استباقية لقرار محكمة الاحتلال الإسرائيلية التي قدمه الفلسطينيون عبر هيئة مقاومة الجدار والاستيطان والذي سيكون في السابع من أيلول الشهر الجاري فيما يتعلق في المسيرة كان هنا عدد كبير من التجمع الفلسطيني لفعاليات مدينة تول كرم الجميع الآن توجه إلى بلدة شوفة حيث الشارع الالتفافي للمستوطنين الذين يدخلون الأراضي عام 48 وبالتالي من المرشح أنه خلال الدقائق القادمة أن تكون هناك مواجهات إذا تمكن الفلسطينيون من قطع الطريق على المستوطنين الذين نهبوا الأرض ليس فقط في المشروع الاستيطاني الجديد وإنما أيضا في مستوطنة ابن حيفس وعناب التي طبعا التهمت عدد كبير من الأراضي الفلسطينية وطبعا إجراءات الاحتلال تتواصل في ما يتعلق في هذا الموضوع دقائق القادمة لربما ستحمل بالتأكيد مزيد من المواجهة لإيصار رسالة الكل الفلسطيني بأنه يقف بصوت واحد اليوم يرفض كل هذا المخطط الاستيطاني الذي لم يبقي ولم يظهر في الأراضي الفلسطينية الزميل خالب بدير مراسل الغد كنت معنا من طول كرم شكرا جزيلا لك